الموعد الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل وقع رئيس مجموعة إني الإيطانية للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على اتفاق تاريخي لتطوير حقلي غاز قبالة السواحل الليبية الاتفاقية تقضي بضخ استثمارات بقيمة ثمانية ملايير يورو في اتفاقية للاستكشاف ومشاركة الانتاج في حقول بحرية للغاز لمدة ثلاث سنوات ومن شأن هذه الاتفاقية رفع انتاج ليبيا من الغاز بنحو مليار ونصف مليار متر متكعب ما يعد أكبر مشروع تطوره المجموعة الإيطانية في ليبيا منذ مطلع الألفية الجارية ويستهدف المشروع انتاج ما بين سبعمائة وخمسين إلى ثمانمائة مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من الفين وستة وعشرين لفترة تناهز خمسة وعشرين عاما وجه مورد النفط كميات هائلة من زيت الديازال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يدخل فيه حظر على واردات الوقود حيز التنفيذ خلال أيام وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلا عن بيانات صادرة عن شركة فورتيس كأن بعض الدول التكتل استوردت أكثر من ستمائة ألف بربيل بالمقود الدياز اليوميا خلال الأيام الثلاثة والعشرين الأولى من الشهر الجاري ووفق الاتحاد الأوروبي على حظر كامل لواردات المنتجات النفطية الروسية اعتبارا من الخامس فيفري الداخل في محاولة لخفض عائدات الصادرات الروسية في السياق ذاته رفعت روسيا حجم إمداداتها من وقود الديازل إلى الموانئ الإفريقية وموانئ البحر المتوسط خلال الشهر الجاري مع اقتراب سريان حظر فرضه الاتحاد الأوروبي وأظهرت بيانات من مصادر بسوق النفط ارتفاع امدادات وقود الديازل من موانئ الروسية إلى تركيا في الأشهر الماضية لتسجل نحو 680 ألف طن منذ الفاتح جونبي الجاري مقابل نحو 730 ألف طن في ديسمبر بأكمله بالتزامن مع تسجيل زيادة قياسية في صادرات المنتجات البترولية الروسية نحو إفريقيا خلال الفترة نفسها أطلقت تركيا وروسيا محادثات تقنية على مستوى الخبراء حول قضايا حساسة تتعلق بإنشاء مركز للغاز في تركيا وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن المحادثات ترتكز على مختلف الجوانب المتعلقة بتنفيذ مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاضية بإنشاء مركز للغاز في تركيا فيما يلتقي مسؤول من وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولين في أنقرة للتحذير من مغبة التعامل مع كينات خاضعة للقيود الأمريكية استثمر العالم مبالغ طائلة في مشاريع استبدال الوقود الحفوري تجاوزت تريليون دولار خلال سنة الماضية ووفقا للتقارير اتجاهات الاستثمار للتحول إلى الطاقة المتجددة 2023 الصادر عن شركة أبحاث تعتبر هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها المبلغ المخصص للتحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومصادر الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين تريليون دولار واستحوذت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الجزء الأكبر من استثمارات السنة الماضية حيث بلغت قيمتها 495 مليار دولار ختام الموعد الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الالكتروني لقناة الجزائر الدولية إلى اللقاء اشتركوا في القناة